السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا مع درس المتسلية العدادية نبدأ سلسلة تمرين في هذا الدرس إذا نبدأ بالتمرين الأول وهو التمرين متعلق بالنهايات حساب نهايات متسلية عدادية إذا الحاجة اللي سنعرف هو أن أن كنت نتامي الآن يعني أن عدد صحيح طبيعي ماذا تعني هذا؟ تعني أن N تساوي 0 1 2 إلى آخر يعني N تقول إلى 1 يعني أن عدد صحيح طبيعي وممكن نقول أن تقول إلى 1 يعني أنك تقرب من الواحد وهذا خطأ إذا في النهايات المتسلية فإننا دائما عدد N تقول إلى زائد لنهاية إذا دائما أن تقول إلى زائد لنهاية لك ما عنديش أن تقول إلى عدد أو إلى ناخص لنهاية أو إلى شيء من هذا الخبيل باقي العلاقات أو باقي العلاقات أو القواعد اللي أسبق لكم بشترون في النهاية فكيبقوا كما هما ما كيزغيروش إذا نبدأ بأول نهاية اللي هي الليميد ديال 1 الآن زائد لنهاية زائد العدد 3 إذا تساوي ماذا 1 على نحن مكان عوضوا 1 باللانفيني 1 على الانفيني هي 0 إذا 0 زائد 3 تساوي زائد لنهاية لماذا؟ لأن الليميد ديال 1 على 1 1 على الانفيني دائما سفر النهاية الموالية الليميد ديال ناقص 4 على الان وثلاثة دائما زائد لنهاية ناقص 7 تساوي ماذا؟ ناقص 4 على زائد لنهاية إذا ناقص 4 على زائد لنهاية هي سفر دائما ال على الانفيني يقول إلى السفر أي عدد سواء كان موجب أو كان سالب على الانفيني دائما كنت هنا السفر إذا سفر ناقص 7 تساوي ناقص 7 ندرك تبرير لأن الليميد لن ناقص 4 على ناقص 5 آن وثلاثة لن فيني هي سفر النهاية الثالثة لمدير بيوس آنفيني ديال ربعة على جدر آن زائد خمسة إذا أربعة على نعود جدر آن نعود آن باللين فيني أربعة لن فيني أربعة لن فيني سفر إذن صفر زائد خمسة تساوي العدد خمسة ندرك تبرير التمرين الثاني إذا بنفس الطريقة نبدأ بهذه النهاية لمدير ناقص 2 على آن زائد لنهاية زائد آن إذن ناقص 2 على آن يعني ناقص 2 على زائد لنهاية إذن هي السفر عدد لن فيني كي أعطني السفر إذن هذه سأول إلى السفر وكيف قال زائد آن 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 إذن السفر زائد للنهاية هي زائد لنهاية النهاية الموالية ناقص 2 على آن كاري زائد 5 على آن زائد زائد 2 إذن ناقص 2 على آن مربع تقول إلى السفر ناقص 2 على لن فيني السفر 5 على لن فيني كذلك السفر يبقى 2 إذن سفر زائد سفر زائد 2 تساوي 2 ناقص 7 آن إذن تساوي 1 على الجدر لن فيني أي 0 ناقص 7 في لن فيني إذن ناقص لنهاية إذن كما نلاحظ النهاية المتتالية ممكن تعطينا plus 1 2 ممكن تعطينا 1 2 في حين أن آن دائما تعطينا زائد لنهاية إذن نحن نفرق ما بين آن وما بين آن المتتالية آن إذن هنا كان فرق إذن هذه كلها تعطينا plus 1 ممكن تعطينا عدد آن وممكن تعطينا ولكن دائما آن تعطينا زائد لنهاية التمرين رقم 3 إذن هذا التمرين كذلك في حساب نهاية متتالية عددية نبدأ بأول متتالية إذن دائما لدينا المتتالية وآن تنتمي لنهاية بنسبة المتتالية إذن عند التعويض فأدنا جوج على الجذر للتسائن أي جوج على لنفيني وهي سفر دائما عدد لنفيني سفر ناقص جوج على لنفيني إذن لنفيني إذن هي سفر زائد خمسة لنفيني إذن سفر ناقص العدد واحد إذن ناقص واحد لأن نحن نحن لنفيني الزائد على جذر 3 تساوي لنفيني 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 جوج على النهاية الموالية لمدة ناقص 3 زائد 1 لأن عامل 1 زائد جوج على إذن التعويض ناقص 3 1 على 1 لنفيني هي سفر عامل 1 زائد جوج على أن إذن تقول إلى سفر إذن جوج لنفيني سفر إذن ناقص ثلاث في واحد هي ناقص ثلاث النهاية الموالية لمدة النكاري ناقص أن إذن عند التعويض لمدة النكاري هي بوس الفيني ناقص بوس لنفيني إذن هذا الشكل غير محدد يعني زائد النهاية ناقص النهاية من الأشكال غير محددة إذن هنا نحييط شكل غير محدد باستعمال تقنية من التقنيات والتقنية الواضحة هنا هي تقنية التعميل إذن المت نعمل بان إذن في الحد الأول عملنا بان غير ناقص في الحد الثاني عملنا بان غير يبقى العدد واحد إذن نعوض إذن نسأول إلى زائد النهاية ن داخل الأقواس إذلك زائد النهاية ناقص وحد زائد النهاية وبالتالي تعطينا زائد النهاية في التعبير الموالي كذلك كنلاحظوا وإلى درنا التعويض فغير جني بلوس انفيني 40 كار هي بلوس انفيني ناقص ثلاث آن أي ناقص لنهاية ناقص سبعة على زائد لنهاية هذا الشكل غير محدد إذن نستعمل تقنيات التعميل ثم الاختزال لإزالة الشكل الغير محدد الأشكال الغير محددة دائما سوف نذكرها هي 4 الأشكال بلوس نفيني مولان نفيني 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 سفر على سفر ثم سفر في نفيني هذه أشكال غير محددة يعني هنا ضروري سك تستعمل شيء تقنية بش تحييط شكل غير محدد إذن هنا نعمل في التعميل دائما نعمل بالحد اللي عنده أكبر درجة إذن الحد اللي عنده أكبر درجة هو 4 N carry إذن نعمل N carry إذن نعمل في البسط N carry يبقى لنا 4 ناقص 3 N على N carry ناقص 7 على N carry ذلك الشيء اللي عملنا به تنقسم عليه إذن نعمل كذلك N carry في المقام 3 زائد 5 على N carry إذن نختزل ب N carry إذن limit يال plus لن فيني إذن شغ يبقى لنا فقط 4 ناقص ثلاثة N على N carry نختزل N يبقى 3 على N ناقص 7 على N carry في المقام 3 زائد 5 على N carry إذن سنعود إذن 4 ناقص 3 على N أي 3 على plus 2 هي 0 ناقص 7 على N carry أي 7 على plus 1 على 3 زائد 5 على N carry أي 5 على plus 2 0 وبالتالي تعطينا 4 على 3 الآن نمر إلى آخر النهاية وهي limit N ناقص N في plus 20 عند التعويض جدر N تقول إلى plus 20 moins 1 ناقص N ناقص N ط vers plus infinity إذن هذا form indeterminée plus infinity moins plus y moins donc form indeterminée نحييز هذا الشكل غير محدد إذن ممكن نستعمل التعميل إذن نعمل باج بجدر N أو نعمل N مشكلة بحال بحال إذن نعمل بجدر N سيبقى لنا في الحد الأول 1 ناقص ما هذا ناقص جوج إذن N في الأصل شنو هي جدر N في جدر N إذن جدر N بجدر N هي جدر N مربع أي هي N إذن إذا إذا عملنا بجدر N دوقع يبقى لنا هنا جدر N إذن Limit إذن عند التعويض N عند التعويض فهنا جدر N سأقول إلى زائد لنهاية جدر N كذلك زائد لنهاية ولكن معهد ناقص سأقول بيوس في N 1 ناقص زائد لنهاية إذن هي زائد لنهاية ناقص لنهاية إذن هي ناقص لنهاية لماذا؟ لأن Limit يتجد الآن بلس لنفين هي بلس لنفين